أهلا بكم ما من جديد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة افتتاح الطريق الساحلي سرطة بصراطة ووصف دبيبة في تغريدة على تويتر الحدث أنه خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة بليبيا يأتي هذا في وقت أمر فيه المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل قوة مكافحة الإرهاب والجريبة المنظمة بالجنوب الليبي على أن يكون مقرها في سبها عقب إعلان قوات حفتر إطلاق عملية عسكرية في الجنوب ضد من سماهم بالإرهابيين والمرتزق الأفارقة وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من منطقة بويرات الحسون على الطريق الساحلي مرسلنا عبد الناصر خالد أهلا بك عبد الناصر إذن الأعلان عن بدء فتح الطريق الساحلي سرطة مصرطة وأنت متواجد هناك على هذا الطريق الساحلي هل من مؤشرات على فعلا بدء هذا الفتح نعم رولا أنا هنا في منطقة بويرات الحسون شرق مدينة مصرطة تحديدا عند هذا الساتر الترابي الذي يعد الفاصل أو النقطة الفاصلة بين شطري البلاد في ليبيا بين الشرق الجهة هذه وأيضا الشهة الغربية نعم نسمع قبل ناصر يمكن إذا تسمعينني رولا أسمعك بشكل واضح طيب الآن يمكن الحديث عن نعم يمكن الآن الحديث على أن رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميدة بيبة قام منذ أكثر من ساعة بفتح الطريق من هنا عبر إزالة هذا الساتر الترابي كما تشاهدون من أمامي بدأت السيارة التعبر حتى هناك بعض المواطنين الذين قاموا بالعبور ثم اتجه بعد ذلك إلى ساتر ترابي آخر في نقطة فاصلة أخرى تسمى حوش الستين هذه النقطة هي النقطة الأخيرة من بعدها تأتي المناطق الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خريفة حفتر وبالتالي أزال أيضا الساتر الترابي في تلك المنطقة وأعلن بذلك فتح الطريق الساحلي من الجهة الغربية فيما ينتظر أن تقوم القوات الموالية لحفتر بفتح الطريق من جهتها أي من جهة شرقية ولكن إلى حد الآن لا مؤشرات على ذلك رولا يبدو أن القوات الموالية لخليفة حفتر لا تريد فتح هذا الطريق إذا فعلا ما صدقت النواية ربما خلال الساعات القادمة سوف نشهد فتح للطريق خاصة وكما ذكرت أن هناك بعض المواطنين الذين اتجهوا اتجاه مدينة سيرت في هذا الاتجاه إلى الشرق لكنهم صدقوا بأن الساتر الترابي من جهة القوات الموالية لخليفة حفتر لم يتم إزالتها نعم نتحدث إما عن احتمال عن عدم رغبة قوات حفتر لم أسمع السؤال نتحدث هنا عن احتمالية بأن لا يكون هناك رغبة في فعلا فتح هذا الطريق أو عن ربما موضوع لوجستي وتأمين عملية الفتح ووصول القوات إلى هناك ولكن بالنظر إلى الاتفاق الذي أبرم في هذا الإطار نعم هذا ما أشار إليه ربما حتى رئيس الحكومة نعم هذا ما أشار إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة في كلمته قبل قليل قال بأن من جهتنا قمنا بفتح الطريق الآن ننتظر الطرف الآخر أن يقوم بنفس العمل أي أن يقوم بفتح الطريق لكن لا مؤشرات حتى الآن كما قلت بأن هناك نية فعلية من قوات اللواء المتقاعد يعني هو إذا كان حدث اتفاق فهو أود الإشارة رولا إلى أن هذا طيب فقط سأكمل النقطة معينة معك بما أنه حصل هناك اتفاق وخرج عن اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة فبالتالي الاحتمال الأبرز الآن هو أن تكون العملية فقط مسألة وقت حتى يحدث ذلك إن لم يحدث عندها يكون أمام عملية تخلف عن القيام بالتعهد بفتح الطريق الساحلي وأيضا النقطة التي أود سؤالك عنها هل هناك حديث عن ضمان أمن هذا الطريق خاصة بأننا نتحدث أيضا عن تواجد لمقاتلين مرتزقة على طول هذا الطريق أيضا نعم رولا هذا ما أود يعني ودت الإشارة إليه بأن اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة اليوم فعليا بدأت في اجتماعها الخامس في مدينة سيرتلا تبعد كثيرا من هنا يفترض أن تكون قد حققت على الأقل نتائج ملموسة فيما يتعلق بملف الطريق الساحلي وهذا ما شاهدناه اليوم من فتح على الأقل من الجهة الغربية فيما ينتظر فقط من الجهة الشرقية أي من قوات حفتر أن تقوم بنفس الفعل ولكن لا أحد يدري متى سيكون ذلك ربما خلال الساعات القادمة ربما لن يكون هذا حتى برأي بعض الذين حضروا هنا قد تتخلف قوات اليوم المتقاعدة عن إزالة السوات الترابية وبالتالي تعيد هذا الملف إلى طاولة المفاوضات بالنسبة للجنة العسكرية المشتركة ليبقى إلى جانب الملف الأبرز والأهم والأكثر حساسية وهو صحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذي لم تحرز فيه هذه اللجنة أي تطورات يمكن الحديث على أن هذا الملف الآن ربما إلى حد ما قد أنجز بنسبة 50% ولكن ينتظر أن ينجز الباقي فيما يتعلق بفتح الطريق من الجهة الشرقية حتى تعود فعليا الحياة إلى ما كانت عليه قبل العام 2019 عندما قامت القوات الموالية للنواء خليفة حفتر لنعرف منك هذا الطريق أمام المارين سواء من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية تمام سنعرف منك عبد الناصر إذا كان تم الالتزام بهذا الاتفاق أم لا حتى اللحظة أشكرك من منطقة بوراة الحسون على الطريق الساحلي مرسلنا عبد الناصر خالد مرسلنا عبد الناصر ضمن الدولة